هذا المقطع برعاية متجر ايوه لبيع الرونز وجميع الاسلحة والدروع وتلزمن وجميع ايتمات اللعبة اذا حبيت لقاها بسرعة وسهولة تقدر تشتريها من عندهم لا تنسى كود الخصم اللي مكتوب الوصف وترككم مع المقطع سلام عليك حياك الله عزيز المشاهد في مقطع جديد من لعبة الدرنك الباتش 1.04 نزلت فيه تغييرات كثيرة بذن الله رح اختصر لكم اياها في هذا المقطع اول شي انضاف اللي هو الكاميرا اوتو روتيت اللي هو اعادة تدوير الكاميرا بشكل تلقائي هذا الخيار يمديك تسوي له on و off تطفيه وتشغله من الخيارات الشغلة الثانية اللي انضافت اللي هي عن باتش ال MBC اللي موجود فيه الكهف اول شي تغير الايتم اللي تاخذه من الصندوق عشان تسرق هو تعرفون بعد ما تسرق منه يقول لك ليه تسرق اغراضي بعدين يطب وبعدها تدخلون في فايت اذا وصلت الهلث حقه الى النص يصير يستسلم ولازم انك تقبل اعتذاره وتروح للغريس بوينت وترجع له الشي الثاني اللي هو كلامه تغير كلام كامل تقريبا والشغلة الثالثة اللي تغيرت اللي هو اليموت اللي تاخذه من بعد الحديث مع هذا ال MBC زادوا كمية الفوكس بوينت والاستامنة خصوصا في اللي في البداية يعني ممكن قبل اتحدث تروح تشوف الفوكس بوينت والاستامنة كم عندك وتروح تحدث وترجع بتحصله زادوا من غير لتطور شخصيتك فزادوا كمية الفوكس بوينت والاستامنة في هذا التحديث المادنس بلد اوب ريكاذري اللي هو البار الاصفر تبع الجنون اللي يطلعون شرار من عيونهم ويسبب لك الجنون فهذا البار نقصوا مدة التعافي منه يعني زادوا الضرر تبعه باختصار وانا مستغرب من هذا الشي صراحة لانا من اكثر الشغلات اللي كانت نرفزني في بداية اللعبة خصوصا يمكننا نحاول نخلص الكوست تبع الراهن الابيض لازم تمر من عند كنيسة وجنبها البرج اللي يعطونك المادنس هذا وكان ينرفز الغريت شيلد تلزمن اللي نصحت فيه له في المقطع تبع الشيلد الاخير ضعفوه ونقصوا البلوك ريت تبعه ولكن انا متأكد راح يبقى قوي مهما ضعفوه الكلوسل سورد والكلوسل ووبن والقريت سورد والقريت هامر اللي هو المطرقة والقريت اكس والقريت سبير كلهم هذا اللي اخوان صار لهم انكريس او بف لالفيزيكال بلوك ريت والقارد بوست فالتصدي بهذا الاسلحة كلها قووها غير كذا الكلوسل سورد خصوصا زادوا الاتاك سبيد تبعه ونقصوا من الريكاذري تايم يعني باختصار اذا كنت تلعب بالنوع هذا من السيوف اللي هي الكلوسل سورد بتلاحظ فيه تغيير جذري صار لهذا السلاح صار اسرع وافضل بكثير ما عدا الجنب اتاك لان في شخصية الفيقابوند الذكر المقطع هذاك كنت انصح دائما ان تنفذ الضربة اللي هي تنط وتضرب كان مفعولها جدا قوي بشخصية الفيقابوند فهذا شي ما غيروه ولا نقصه ولا زادوا اصلا وردي كان خرافي ولكن سرعة الضربات اللي تغير هنا وريكافري تايم ضعفوا الكثير من الافكتات اللي هي عن طريق الخواتم مثل دراغون كومينين سيل والبنيرك ستاف ففيه تعويذات كثير ضعفت باستخدام هذه الخواتم بحط لكم قائمة جدا كبيرة اخوان عشان اختصر الوقت ممكن تقرون اذا كنتوا تبحثون عن تعويذة معينة تستخدمونها دائما تبقون تعرفون اذا صار عليها انكريس ولا شيء ممكن تشوفون في بداية كل جملة تحصرون الاسم تبع هذه تعويذة وبعدها يجيك الدااش وانكريس فهذه القائمة كلها اللي حطكم اياها كلها عبارة عن انكريس كلها عبارة عن بف عبارة عن تقوية اغلب تحسينات هذه انهم قللوا الفوكس بوينت المطلوب لتنفيذ هذه التعويذة او السحر نفس الكلام ينطبق على الاستامنا ممكن انهم حسنوا هذه تعويذة بس عن طريق تقليل الاستامنا يعني ما بتشوف فيه مفعول التغير او الدمج صار اقوى لا ممكن بس عشان تنفذ هذه تعويذة اللي يختلف معاك ان استخدام استامنا او فوكس بوينت اقل من قبل فعشان كذا نحاطركم الصور ما ودي انا اكرر في الكلام كلها عبارة عن دكريس مثل ما تشوفون اف بي كوست اند انكريس دمج اذا انكريس دمج خلاص الدمج يعني عندك صار اقوى ولكن اذا كتب لك بس دكريست فوكس بوينت او دكريس سامنا كوست هذي مثل ما قلتكم مجرد تسهيل عمرية لقاء تعويذة فيه تعويذات ثلاثة اللي هي سورم اوف لايز و the flame of frenzy والفنزايد برست هذا لكلهم ضعفوهم اللي متعلقين بالبلاد بلوز اما اخر ثنين متعلقين على المادنس او الجنون بلدب نفس الكلام يا شباب عن هذه القائمة قائمة الاسلحة او الشيلدات كلها عبارة عن تحسينات كل اللي تشوفون هذا عبارة عن تحسينات ممكن تلاحظون بالتغيرات الجذرية هذه اذا كنتوا تستخدمون احد هذه الاسلحة والله كثير كثير قائمة جدا كبيرة صراحة وبقفات يعني من العيار الثقيل صارت في هذه الاسلحة وهذه كلها عبارة عن تحسينات موازنة للعبة فاتوقع الان اذا واحد مثلا بدأت تختيمة ثانية بيحس بالاختلاف او اذا توه بادي اللعبة راح يحس فيه موازنة نوعا ما بين الشخصيات والاسلحة والاسحار وكذا فالحين ممكن ان تكون عندك قائمة اكبر من الاسلحة اللي تكون عندك في المنتوري وشفتها ضعيفة انصحك انك ترجع وتجرب هذه الاسلحة اذا كان عجبك السلاح وتشوف الدمج فيها ضعيف ممكن يكون هذا السلاح من ضمن الاسلحة اللي انضافت في هذا التحديث وحسنوها فمثل كل تحديث يبيلك ترجع وتعيد حساباتك خصوصا في الاسلحة في هذا التحديث والتعويذات فيه تغيرات جذرية صراحة كثيرة تخص الفيث فاتوقع من اكثر البلدات اللي استفادت من هذا التحديث اللي هو الفيث بلد ولعلها موازنة يبغون جيش الكتانا والبلد لوز يقولون ما اعرف والحين يجي للمشاكل والاصطلاحات الجذرية اللي تغيرت في اللعبة لعل اهمها اللي هو القريتشات اللي مثل القريتش التنين الابيض العملاق هذاك اللي بعد ما تقتلها تروح بسرعة للقريس بوينت وترجع هذاك يقولون انهم ذكروه غير كذا فيه القريتش اللي نزلتها اخر واحد اللي هو تنط وتضرب السلاح وبعدين يصير عبارة عن يعني الانميز اللي موجودين في المنطقة والعداء اللي موجودين في المنطقة يحسب لك الرونز حقهم كاملين فكنت تجيب قرابة 150 الف في كل مرة تنط وهذا اخر فارم نزلته ولعل كثير منكم استفاد قبل هذا يلتغي القريتش او الفارم كان يعتبر فارم مش بس قريتش غير كذا فيه قريتشات كبيرة مثل دخول على بعض البوسز مثل موغ مثل والغودسكين نوبل هذال البوسز كلهم كانت لهم طرق انك تدخل على البوابة او تدخل على البوس هذا من غير لا يتحرك يتمي فريز وتقتله حتى البوس الاخير كان فيه نفس الشيء يتدخل وتوقف عن مكان معين ويتمي البوس فريز وتقدر تقتله غير انه كان فيه بعض البوسز مثل اللي موجودين في الدنجنات كان يمديك تضرب عليهم وانت واقف برا البوابة والاسحار كانت توصل لهم او بعض التعويذات كان فيه الكارين ريتالييشن نوعا ما كان قريتش كان دمج فيه مش طبيعي اللي شافه باليوتيوب هذا القريتش صلحوه او الدمج الغير طبيعي هذاك صلحوه غير كذا كانت فيه بعض المشاكل مع البلاد لوز او الفروست بايت اللي هو الثلج نفس الشيء كان فيه بعض الافكتات كان فيها مشكلة او الدمج غير طبيعي فصلحوا هذه المشاكل وبعض المشاكل مع بعض الكوستات مثل الدنجي ايتر وديالوس كوست لاين وغيرها من الكوستات هذه اخوان ابرز المشاكل اللي تصلحت في اللعبة وابرز التغييرات اللي صارت اتمنى فيها حتى تستفيد من المقطع لا تنسوا اللايك اشكر من تسبب انغناه هنتر وبندر ومشاري وساموراي وفيسفن أبو دروف ودحيم ويدين والشكر الموصول لكل من دعمني بلايك وكومنت وشير ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جايه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته